ننتقل الآن إلى الشأن الفنزويلي حيث من المنتظر أن يكتمع ممثلون عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وخصمه المعارض خوان غايدو للمرة الأولى وجها لوجه هذا الأسبوع في أوسلو بنرويج بعد أن أعلنت النرويج استئناف وساطتها في الحوار بين السلطة والمعارضة في فنزويلا وأكدت وزارة الخارجية النرويجية أن ممثلين عن معسكرية مادورو وغايدو قرر العودة إلى أوسلو هذا الأسبوع وتابعت الوزارة نؤكد مجددا التزامنا بمواصلة دعم البحث عن حل طفاؤضي بين الطرفين وفي فنزويلا كما دفع زعيم المعارضة الفنزولية خوان غايدو عن إرساله لمن دوبين في أوسلو للقاء مبعوث الرئيس نيكولاس مادورو وعتبر غايدو أن الانتقادات الصادرة ضد هذه المبادرة يمكن أن تتحول إلى تواطئ مع ما وصفها بالدكتاتورية المزيد في سياق هذا التقرير للمرة الأولى يكتمع ممثلون عن الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو وخصمه المعارض خوان غايدو واجها لوجه في النرويج لحل الأزمة السياسية التي تعصف بكاركاس منذ أشهر مادورو رحب بدعوة الحكومة النرويجية لاستضافة مفاوضات بين ممثل الحكومة الفنزولية والمعارضة وأوضح أن الوفد الحكومي سيقدم رؤية الحكومة الفنزولية مؤكدا استعدده للمضي قدما نحو إبرام الاتفاقيات لكن غايدو شدد على أن أي وساطة يجب أن تفضي إلى رحيل مادورو وتنظيم انتخابات جديدة مشيرا إلى أنه لن يقبل بحوار كاذب مع حكومة مادورو من جانبها أعربت وزارة الخارجية النرويجية عن استعدادها لتقضيم التسهيلات اللازمة لإنجاح المحادثات وأكدت ان التزامها بمواصلة دعم البحث عن حل تفاوضي بين الطرفين وفيما اعترفت عدة دول أوروبية بجويدو رئيسا اكتفت النرويج بالدعوة لانتخابات حرة في موقف أعتبر حينها أنه يجسد رغبة أوسلو بتأدية دور الوسيط بين المعسكرين وفي الأسبوع الماضي اجتمعت وفود معسكري فنزويلا في أوسلو بشكل منفصل مع ممثل الحكومة النرويجية لكن لم تجرى اتصالات ثنائية بينهما ويتم تمثيل حكومة مادورو في الحوار بواسطة حاكم ولاية مريندا ووزير الاتصالات ومؤخرا وزير الخارجية أما المعارضة فيمثلها النائب السابق جيراردو بلايد والوزير السابق فرناندو مارتينيز ونائب رئيس الجمعية الوطنية وفي الوقت الذي تحمل فيه المعارضة الرئيس البنزولي وأعضاء حكومته مسئولية الأزمة التي تضرب البلاد يوجه مادورو أصابع الاتهام إلى واشنطن التي فرضت عقوبات استهدفة الحكومة وكبار المسئولين في البلاد عبر الهاتف من سان بوترزبورج الأستاذ مسلم شعيت ومدير المركز الثقافية الروسي العربي أستاذ مسلم مرحبك أهلا أهلا مساء النور في البداية إذن هذا اللقاء الأول الذي سيعجمع بين الرئيس الحالي ورئيس المعارضة أخوان جوعدو ونيكولاس مادورو ماذا نتوقع من هذا اللقاء أولا هو اللقاء لن يكون مباشرة نعم عبر ممثلين لكنه عبر ممثلين وهذا فرضته مجموعة اعتبارات في جنسولا بتغيير موازين القوة حيث كانت تراهن الولايات المتحدة وسعد عبر مجموعاتها للقيام بأعمال مخالفة للقانون وككلاب عشكي أو مصاهرات ودعم من بعض الدول لمرشحها أو بالأحرى رئيس البرلمان بعد فشل كل هذه المحاولات تبين أن لا مجال إلا لحوار ما بين مقونات الطبقات السياسية في جنسولا وهذا ما كانت تدعو إليه روسيا تحديدا وهذا إصراح روسيا أن يبدأ الحوار فيما بينهم نعم هذا الحوار بدأ لكن على خلفية واضحة أن المعارضة ستعمل جاهدة لإتغلال أي فرصة لاحقا من أجل الإنقباد على كل ما يستفع عليه إذا لم يكن الحكومة الشرعية واسفة من هذا الحوار فأعتقد أن النتائج تكون فقط فدنة مؤقتة تعطي المعارضة فرصة من أجل العودة مرة أخرى لسلوكها الغير شرعي نعم إذا أي مدى نجحت النرويج في لعب دور الوساطة بين الجانبين أستاذ مسلم يعني النرويج هي كانت المنفذ للجو العام الدولي خاصة بعد الاتصالات التي تمت بين روسيا والولايات المستحدة بين الرئيسين رئيس بوتن ورئيس إلترامب وبحث كل المشائل اللي فيها في زنزوليا بالإضافة كما قلت بمتغيرات سياسية في زنزوليا وهذه ما أنتجت كانت في زنزوليا المنفذ لهذه الرغبات ولهذا الجو العام وتلعب دورا محايدا وتفسك بها الأطراف المعنية في زنزوليا ولذلك تسمى اللقاء في فنزوليا نعم إلى أين تتجه الأمور أيضا في فنزوليا من وجهة نظرك أستاذ مسلم يعني للأسف تتجه الأمور إلى التصعيد لكن هناك فترة يبدو تأخذها المعارضة بهذا الاسنوب والتحقيق الذي تستعمله نتمنى أن تستفيد بشكل موضوعي وتعود للاستمرار بالعملية السياسية فهذا ترفضه أيضا قدرة الحكومة الشرعية على أعيان أن هذا الاسد من التعاطي لا يؤدي إلى النتيجة ونعتقد على السلطة الشرعية أن تقدم الكثير من التنازلات السياسية للشعب وتتخلص من الكثير من المشاكل التي تستعملها المعارضة نعم أستاذ مسلم أيضا يعني دعني أتحدث معك عن أستاذ مسلم كما قلت للمعارضة هلو نعم هل تسمعني بوضوح أستاذ مسلم نعم نعم أسمعك نعم نعم فيما يتعلق بدور المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة الكثير من الدول أيضا عرضت الوساطة وعرضت لقاء ممثلين عن رئيس المعارضة والرئيس الفنزويلي كيف ترى دور الدولي في حل هذه الأزمة يعني الموقف الدولي كان منقفما على خلفييتين الموقف الأمريكي الذي يدعم الحركات الامقلابية دائما والموقف الروسي السيني الذي يتمسك بالمواسيق الدولية والقوانين وسيادة الجوال وتم الانقفام على هذه الخلفية على هذين الاتشاحات ليس هناك مواقف دولية متمايزة بالنسبة للأزمة ليس فقط في جنزول ولكن في كل الدول إن كانت في اليمن في السوريا في ليبيا هناك موقفان كما قلت سابقا انقسمت الآراء الدولية انتراكا من هذه الخلفية لكن أن يكون هناك مواقف متوسطة معتدلة مستقلة عن هذان الموقفان حتى الآن لا يشترون نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا كنت ضيفي عبر الهاتف ومستاذ مسلم شعيت ومدير المركز الثقافي الروسي العربي شكرا لك اشتركوا في القناة